السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي اسعد الله اوقاتكم بكل الخير في حلقة النهاردة بنحل لاحظ وتعلم على الموضوع الاول صفحة واحد وتلاتين بيجي لنا في الامتحان قطعة من خارج المنهج اسمها قطعة متحررة بتقرأ القطعة بتلاقي المعاني اللي موجودة فيها تقريبا نفس المعاني اللي موجودة في الدروس عندك القطعة بتقول صاحب الاراضة هو الذي لديه القدرة على الاصرار والقيام بالاعمال التي تحاقق اهدافه ويحلم بالنجاح فيها واتمامها على اكمل وجه فقوة الاراضة تدفعه للبذل بكل جهده ليصل الى ما يريد حتى وان كانت امامه عقبات وعوائق فالجهد الذي يبذله في تحقيق ما يريد هو اجل العمل اعظم هو اجل العمل والبذل والطاقة التي يبذلها اقوى طاقة وقوة لديه ومن دون هذه الاراضة لا يستطيع الانسان العيش وتحمل الحياة والاراضة هي ان يكون لديك حلم تريد تحقيقه وعزم وجهد لذلك يلا نبدأ نجاوب اجيب عن الاسئلة الاتية السؤال الاول الاف استخرج خلي بالك استخرج يعني لازم اللي تكتبه يكون موجود في القطعة مفرد طاقات اه موجودة في القطعة اهي اقوى طاقة يبقى مفرد طاقات طاق انا يلها بالزبط طيب جمع عقبة هلاقي عندنا في القطعة كلمة عقبات اهي امامه ايه عقبات وعوائق يبقى جمع عقبة عقبات لازم تكون موجودة مراد في التصميم التصميم اللي هو الايه الاسرار عندنا هي القدرة على الاسرار الاسرار اللي هو التصميم مضاد خلف عكس خلف امام بس نتأكد برضو انها موجودة في القطعة اهي وان كانت امامه يبقى عكس امام خلف با لقوة الارادة دور مهم فما هو عندنا في القطعة هو قلنا قوة الارادة تدفعه للبذل بكل جهده ليصل الى ما يريد حتى وان كانت امامه عقبات وعوائق نين الكل الكلام ده في الاجابة جيم ما صفات صاحب الارادة صاحب الارادة في اول سطر ايه صاحب الارادة هو الذي لديه القدرة القدرة على التصميم والقيام بالاعمال التي تحاقق اهدافه ويحلم بالنجاح فيها ويثمامها على اكمل وجه نين البردو كل الكلام ده في الاجابة دال ما الموقف الذي شعرت فيه بانك صاحب ارادة قوية ده انت اللي هتجاوب عليه اي موقف عندك ادرت تتحدى في نفسك وحسيت ان انت عندك ارادة قوية هقول عندما واجهت مخاوفي وتفوقت في في امتحان تفوقت في اي مادة تفوقت في في السباحة في اي رياضة هتبقى صح يلا السؤال بعد كده نشهد رقم اتنين ضع مكان الكلمة التي تحتها خط كلمة اخرى مناسبة مما بين القوسين الف جلس الصديقان مع بعضهما يتحدثان عايز كلمتان يغير يتحدثان ليلا يتحدثان يعني يتصامران ايوه وهلا اصرار ايقان تحسما لا يبقى معنا يتحدثان هي يتصامران يتصامران ده الحديث ليلا عما حدث لهما في العطلة با تأكد يعني تأكد وهلا ولا اصرار ولا ايقان تو ولا حسما تأكدت ان في قول الصدق ان جا دائما تأكدت يعني ايقان ت برافو او الايقان تو ان في قول الصدق ان جا دائما جيم من اول لحظة لحظة يعني معروفة دي وهلا يبقى من اول وهلة تكلم فيها اسماعيل شعرت بانه سيكون صديقي الجديد دال اتخذت امي قرارا نهائيا يعني نهائيا نهائيا يعني قرارا حاسما يبقى نهائيا يعني حاسما بشأن عطلاتنا المقبلة شكر اخي ابي كثيرا على تصميمه التصميم اللي هو الاصرار لسا مجاوبين على فوق مراد في التصميم الاصرار يبقى نشيل تصميم ونحط اصراره الدائم على دخول المسابقة والسؤال اللي بعد كده امامك قصتان لشخصين تغلب على مصاعب كبيرة واستطاع تحقيق احلامهما تخيل كيف بدأ الحلم وما المصاعب التي واجهتهما وكيف يمكن ان يحقق المزيد عندك اول شخص صاحب سلسلة مطاعم موجودة في مدن عديدة بمصر والشخص التاني صاحب همة لا يستطيع ان يرى فاقد البصر ولكنه تعلم القراءة بطريقة بريد اللي هي طريقة الحروف الباريزة اي حاجة هتكتبها لها علاقة بالموضوع ان هم تغلبوا على المصاعب اللي مروا بيها وادروا يحققوا احلامهم هتاخد الدرجة السؤال اللي بعد كده بيقول ضع مكان اسم الاشارة في الجمل الاتية ضمير غائب مناسب ناخد الموضوع واحدة واحدة فين اسماء الاشارة هذه صحراء هذه هذان كاتبان هذان هؤلاء امهات هؤلاء اباء عايزين نشيل بها اسم الاشارة ده ونحط ضمير غائب اللي هي هو وهي وهما وهم وهن صحراء تاخد ايه برافو هي نقول هي صحراء واسعة طيب كاتبان ديمثان تاخد هما هما كاتبان امهات نقول هن هن امهات اباء نقول هم هم اباء يلا السؤال اللي بعد كده اجعل المتكلم مخاطبا مراعيا لاستخدام الصحيح للضمير فين ضمير المتكلم انا ونحن انا ونحن عايزين نخليه مخاطب انا احرص على طلب العلم انا هتبقى انت بس مش احرص بقى نقوله انت تحرص على طلب العلم طيب نحن متعاونان هنقول دي مثلنا نقول انتما برافو انتما متعاونان في الخير طيب انا محبة هقول انت انت محبة برضو انت محبة للاخرين وانت وانت خلي بالك ما تنساش الفتحة والكاسرة نحن محققات هنقول انتنا انتنا محققات الهدف السؤال اللي بعد كده بيقول اربط بين الجمل مستخدما اسم الموصول ما احنا بنستخدم اسم الموصول اصلا للربط بين الجمل في الف اقول تصداقة الغنية على الفقير اه الفقير الايه الفقير اللازي واكتب الجملة اقول تصداقة الغنية على الفقير الذي يسير في الطريق ب نضجة الثمرتان الثمرتان على الشجرة يبقى الثمرتان اللتان او النضجة الثمرتان اللتان على الشجرة جيم اهتم المعلم بالتلاميذ التلاميذ الايه يا ولادي الذين يبقى بالتلاميذ الذين تغيبوا دال طالع القارئ الاخبار الاخبار الايه اه ده جامع غير عاقل يعامل كأنه بنت. الاخبار التي. يبقى طالع القارئ الاخبار التي في الجريدة. السؤال اللي بعد كده اكمل الجمل الاتية بما يتم المعنى مستخدما. اسم اشارة او ضمير او اسم موصول. اي حاجة من التلاتة. الطالبان المجدان نقط اللذان. لا هو هنا اسم موصول. ما ينفعش نكمل تاني باسم موصول. نكمل بضمير مثلا. نقول الطالبان هما اللذان هما اللذان. با الامهات نقول مسلا في ضمير الغائب نقول الامهات ايه? هن هن المسئولات عن رعاية اطفالهن. جيم هن اللائي. لا ده في هنا الضمير والاسم الموصول يبقى لازم اسم اشارة. اللائي ساعدنا المحتاجين. ساعدنا. ده هن بجمع مؤنس. ده اخد هؤلاء عادي ده عاقل. اقول هؤلاء هن اللائي او اللاتي ساعدنا المحتاجين. ده هذا اسم اشارة. هذا الطفل اقول هذا هو الطفل. ما ينفعش اقول هذا اللذي الطفل. اقول هذا هو الطفل الذي الذي موجود اسم موصول موجوده. هذا هو الطفل الذي رسم اللوحة. هذه هي فضل اسم موصول. هذه هي العصفير. العصفير جمع غير عاقل عامله كأنه بنت. هذه هي العصفير التي تغرد فوق الاغصان. وبكده برضو يبقى احنا خلصنا حل لاحظ وتعلم. باتمنى لكم التوفيق. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. اترككم في رعاية الله وامنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.